أدفي جعل لكم من الشجر الأمضر ناراً فجداً أنتم من وطوق دونها وليس الذي خمق السماوات والأرض بقادر أعلم الإنسان أن خلقناه من نقفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقاً قَالَ مَنْ يُحْيِ اللَّ عِقَامًا وَهِيًا وَمِينًا أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ مُقِفَةٍ فَإِذَا هُوَا قَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقاً قَالَ مَنْ يُحْيِ اللَّ عِقَامًا وَهِيًا وَمِينٌ قَالَ مَنْ يُحْيِ اللَّذِي أَنْشَأَذَا أَوَلَ مَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَدِيمٌ اَدَّذِي جَعَلْمَكُمْ مِمَ الشَّجَرِ الْأَوْضَرِ قَالَ مَنْ يُحْيِ اللَّذِي أَنْشَأَذَا 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 أَوَلَيْسَ بِقَادِرِ بِقَادِرِ إِنْ عَلَى Oh أَنْدُقَ مِثْنَهُ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ العْبِينًا حَبِينًا اشتركوا في القناة وضربنا مثلا ونسيقا قال من يحيي العظام وهي الرعيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ترجمة نانسي قنقر من الشجر أو طريقا فإذا أنتم ترجمة نانسي قنقر 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 السلام عليم لا أراد شيئا أن يقول لهم سيكون الله أكبر فصبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إذا أراد شيئا أن يقول له سيكون فيكون فصبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر